كم هي أخرى تطورات لديك هناك نعم فاطمة حتى الآن لم تقعد الجلسة لو تسمعين جرس البرلمان يقرع منذ ساعة كان من المفترض أن تعقد الساعة الواحدة لكن حتى الآن لم يكتمل النصاب والجرس يقرع عدد من المواضيع درجة في جدول الأعمال أي أولا التصويت على مقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين والباقي هي قراءات أولى واستكمال قراءات وقراءة واحدة فقط لقراءة ثانية القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري وإيضا القراءة الأولى لمقترح قانون الأندية الرياضية وإيضا قراءة أولى لمقترح قانون حماية وتحسين البيئة وتقرير ومناقشة القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية وإيضا هناك استكمال القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية ربما هذا الموضوع سيأخذ وقتا لأنه تم تأجيله بعدد من الجلسات هذه الجلسة الثالثة يطرح لاستكمال القراءة وإذن هناك استكمال القراءة الأولى لمشروع قانون الطيران المدني وهو أيضا تأجل منذ أولى جلسات هذا الأسبوع هذه الجلسة الثالثة يطرح بها هذا المقترح هذه القوانين المدرجة على جدول الأعمال أما على الصعيد الآخر فلا توجد حتى اللحظة اجتماعات بخصوص انتخاب رئاسة البرلمان وهو ربما الموضوع الأهم في هذا اليوم وأيضا مواضع أخرى القراءة الثانية قرئت من موضوع الأحوال الشخصي والعفو العام لكن لو سمحت فاطمة ينضم معنا السيد عبدالأمير المياحي عضو لجنة النزاهة للحديث عن لجنة النزاهة وعملها في استرداد الأموال وغيرها من الملفات بسم الله الرحمن الرحيم ما يخص عمل لجنة النزاهة عمل الأصرار والمضي بفتح كثير من الملفات والتحقيق بها من ضمن هذه الملفات هو استرداد الأموال وتم استضافة مدير عام دائرة الاسترداد وسيد رئيس هيئة النزاهة لأكثر من مرة بالحديث بهذا الموضوع وكان لنا دور كبير بمتابعة ملف الاسترداد مؤخرا تم استرداد قسم من الأموال لبعض الأشخاص اللي قاموا بوضعها خارج العراق فإحنا كالجنة النزاهة بصراحة جادين وعازمين على مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة ولكن لكثرة وكبر حجم الفساد في مؤسسات الدولة لم تكن هناك نسبة بمحاسبة الفاسدين أو مكافحة الفساد مع نسبة الفساد الموجود في مؤسسات الدولة فبالتالي نحتاج إلى وقت أكثر ونحتاج إلى قانون أكثر صرامة لمحاسبة الفاسدين نرى بعض الأحيان أو كثير من الملفات تصل إلى أماكن مؤسسات الدولة المختصة بمكافحة الفساد أو محاسبة الفاسدين ولم ترى النور أو لم تظهر إلى نهاية هذه الملفات ونحن كالجنة اللي علينا هو نجمع الوثائق ونقوم باستضافة المعني بالموضوع بحسب الوثائق المتوفرة لدينا ونقوم بالاستماع إلى نضع أسئلة ونستمع إلى الأجوبة ويكون لدينا تقرير نهائي لهذه الأجوبة ويرفع إلى القضاء أو إلى الدعاء العام أو إلى هيئة النزاهة لإجراءات القانونية بحق المخالف هل هناك تعاون ما بين الأطراف الأخرى مجلس القضاء وأيضا الحكومة العراقية بخصوص ملفات النزاهة؟ يعني بصراحة لأول مرة هناك سابقة من قبل سيد رئيس الوزراء كان توجيه واضح في كتاب رسمي إلى جميع مؤسسات الدولة التعاون وفتح باب المساعدة للجنة النزاهة النيابية للوصول إلى الوثائق ولمراد الوصول إليها وهذه سابقة بصراحة من نوعها لأول مرة تحدث أن الحكومة التنفيذية تدعم لجنة النزاهة بهذه الطريقة وكذلك كان لقاء مع سيد فأق زيدان ووجه كذلك القضاء ويكون التعامل مباشرة سابقا كان أنه يرفع التقرير والوثائق إلى هيئة النزاهة وهيئة النزاهة ترفع إلى القضاء الآن لدينا تنسيق على مستوى عالي أنه ترفع هذه الملفات مباشرة إلى القضاء شكرا جزيلا سيد عبد الأمير المياحي عضو لجنة النزاهة النيابية فاطمة هذا الحديث هو عن لجنة النزاهة وعملها أما بخصوص الأمور الأخرى سأسترسل لك بما بدأت به قبل سيئة النأب الحديث عن القراءات للعفو العام وأيضا المقترح تعديل الأحوار الشخصية هناك اتفاقات وهناك مضي خاصة في موضوع العفو العام لكن هناك بعض الاعتراضات تحديد من هم المشمولين بالعفو هناك اعتراضات على إن كان هناك شمول لموضوع من لديه حكم بالنزاهة أو حتى بالإرهاب أما بخصوص تفاصيل أخر هناك مواضيع كثيرة تخص المواطن لم تطرح حتى اللحظة في جدوى الأعمال هناك عدد من المواضيع يحتاجها المواطن منها القانون 140 الذي تم تأجيله في جلسة أول أمس وهناك عدد من المواضيع الأخرى لابد أن تطرح في البرلمان هناك مطالبات حتى من النواب خاصة المستقلين بطرح جدوى الأعمال أو طرح أعمال في جدوى لمن تمس المواطن بصورة مباشرة أما على صعيد الجلسة فكما قلت لك حتى اللحظة يقرأ الجلس ولا يوجد نصاب حتى هذه اللحظة من المؤمل أن تعقد بعد ربما ساعة أو أقل وإذا لم تعقد فهي ستؤجل كالعادة نعم شكرا لك على كل هذه التفاصيل عمار كنت معنا من مجلس الدول